عادت قواتنا الباسلة الامنة والاستقرار لبلدتي رسم العبد ورسم العوابد جنوب شرق مدينة سلمية وضبطت كميات كبيرة من الاسلحة والعتاد الحربي في بلدة سوحة وكشفت قواتنا الباسلة في البلدة عن مقارات العصابات الارهابية التابعة لجبهة النصرة منها ما يسمى المحكمة الشرعية ومشانق ومعتقل واماكن تعذيب والتي اتخذت واتخذت من المدارس والمنشآت الخدمية في البلدة معاقلة لممارسة جرائمها ضد المواطنين وقال مصدر عسكري ان وحدة من قواتنا المسلحة الباسلة اعادت الامن والاستقرار الى بلدة عقيربات بريف حماس شرقي بعد القضاء على العصابات الارهابية التابعة لجبهة النصرة في البلدة داعية للمواطنين الى العودة الى منازلهم امنين